إصابات الكورونا فيروس في العراق في تصاعد هائل جداً أرقام هائلة جداً خلال هذه الأيام البسيطة اللي راحت وطبعاً أكد تخوف كبير اليوم من المواطن العراقي من طبيعة هذه الإصابات وهذا الانتشار الهائل لهذا الوباء المخيف والمربك لحياة العالم كله مو بس للعراقيين لكن صار اجتماع لرئيس الوزراء العراقي سيد مصطفى الكاظمي مع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وصارت قرارات على أساس أنه اليوم أكد تقدم بالعراق على الرغم من تفشي الوباء بهذا الشكل لأنه نسبة الوفيات اليوم بها خفضت إلى 2.9% كذلك نسب الشفاء في العراق من هذا الوباء وصلت إلى 76% لذلك أكون نجاح وأكد تقدم بهذا المجال على هذا الأساس صارت حقيقة نقاط عديدة جداً نريد أن نذكرها لكم الآن النقطة الأولى على سبيل المثال من هذه القرارات هي انطلاق الأنشطة والفعاليات الشبابية والرياضية في مختلف المجالات بدون جمهور بين قوسياً ثانياً الموافقة على فتح المطاعم فضلاً عن فتح القاعات والمرافق السياحية التابعة لفنادق الخمسة نجوم ثالثاً الموافقة على فتح المنافذ الحدودية البرية أمام الحركة التجارية حصراً طيلة أيام الأسبوع ورابعاً يكون الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية كافة 50% والآن قبل أن نبدأ الحلقة حقيقة نشر كتاب على أساس أنه يصير الدوام بالنسبة للدوائر الصحية بـ 100% من كادرها لأنهم محتاجون إلى الكادر الصحي لكن المثير بهذا الموضوع و بهذا الانفتاح حقيقة الإصابات التي تحدث في العراق هي غير طبيعية يعني خلال 72 ساعة الأخيرة التي مرت على العراق الإصابات وصلت إلى أكثر من 15 ألف إصابة اليوم بحث ذاتها 4894 إصابة البارحة أكثر من 4300 أولة البارحة أكثر من 5000 إصابة الوضع مربك للغاية والعراق حقيقتين يعني عالميا الآن يقدم بشكل كبير جدا على دول كانت موبوئة بشكل خطير هذه الأحصائيات الأخيرة لهذا اليوم العراق تعدى ألمانيا من تقريبا يومين بعدد الإصابات الموجودة للكورونا فيروس والآن العراق هو قريب على إيطاليا وعلى وشك أن يتعدى إيطاليا إيطاليا الموبوئة إيطاليا اللي كانت قبل 3 شهر هي واحدة من أكثر البلدان في العالم وباء وصارت بيها تسجيل أعداد وفايا بشكل أو وفيات بشكل مخيف جدا وانتشرت فيديوهات يعني أزعجت العالم كله بهذه الطريقة كانت تنقل الجثف بالنسبة للإيطاليين هذا مثل ما هو واضح الجيش الإيطالي كان ينقلها بأعداد هائلة جدا وصارت يعني قضية كبيرة جدا أنه حتى الإصابات في إيطاليا تعدت الصين من الأساس فلذلك اليوم العراق من دي يجي يتعدى إيطاليا والعراق كانت الإصابات بيه قليلة جدا في تلك الفترة اللي كانت إيطاليا موبوئة بيها معناتها أكو شي غلط قاعد دي يصير بالعراق هذا الغلط وين؟ إجراءات حكومية الشعب ما دي يعرف شي يسوي عدم وجود توعية هذه ضل أسئلة إحنا نحاول اليوم نجيب عليها المشكلة فيها كل هذا الموضوع إنه اليوم أكو كلام عن موجات جديدة قادمة من فيروس كورونا رح تضرب العالم وأوروبا بالتحديد هذا البروفيسور روجر كيربي اللي هو الرئيس المنتخب للجمعية الملكية للطب تصريحات اليوم شوف شنو اللي قال بيها قال الشتاء مقبل ومن شبه المؤكد إنه موجة ثانية من هذا الفيروس قادمة أضاف أيضا ما رأيناه في عام 1918 في الموجة الثانية من فيروس الإفلونزة كان مختلفا عن الموجة الأولى وأثر على مجموعة مختلفة من الناس وخاصة الشباب حسب 1918 خمسين مليون شخص ماتوا من الإفلونزة الإسبانية وهذه كلها كانت في شهر ثلاثة 1918 راحت على الناس اللي هم الكبار في السن وبعدين في شهر ثمانية 1918 من الإفلونزة الإسبانية قامت تتعرض ويصير تعرضها للإفلونزة على الشباب وهذا طبعا نفس التوصيف اليوم لفيروس كورونا إنه هو بالموجة الثانية راح يكون خطر على الشباب والضربة راح تكون على أوروبا ولا نعلم بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أيضا كانت أكو تصريحات اليوم بالنسبة من نحجة عن اللقاحات لوزير الصحة البريطانية عن طبيعة التقدم في اللقاحات وخاصة لقاح أكسفورد شوف شنو اللي قاله قال إن الحكومة البريطانية تأمل التوصل إلى لقاح ضد فيروس كورونا المستجد مطلع العام المقبل وقد تم إبرام عقد لإنتاج 30 مليون جرعة والسؤال الأكبر هنا هل العراق تحرك من أجل حجز حصة العراق من لقاح فيروس كورونا من أجل إنقاذ الشعب العراقي وخاصة العراق اليوم مركزه هو العشرين على العالم بعد التقدم على ألمانيا أم إنه لحد الآن العراق متلك ومرتبك في حجز حصة العراق سبب عليك لحجز حصه إدارك حصة العراق ف avoir نباغ هذا التحرك أنا للعراق كان Hoy أنا بالنباغ أحجز حظ هناك وشجز حدا